حباء شو اللي بيثبت شو البرهين اللي بتثبتلنا انه يسوع قام من بين الاموات اخلاقيات التلاميذ التلاميذ احبائي كانوا خايفين كانوا مرتعدين وبعدين لما امتلقوا من الروح القدس خرجوا ولاحظ ما في مسبه ولا لعني ولا شتيمة ولا دم ولا سيف ولا اي كلام يعني حتى لما بطرس قالهم بأيدي اثم صلبتموه ما قالش يعني كلام جارح قال لا لا بس هذا يعني اخدتموه بمشورة الله المحتم يعني انتوا حاولتوا بس انتوا فعلتوا عن جهل كلامهم الناس كلها كانت تشهد لكلمات النعمة اخلاقيات التلاميذ هي اخلاقيات القائد لم يغزوا ولا كان في معركة ولا كان في حرب بل بالعكس كانوا يهربوا من مكان الى مكان بسبب الاتهاضات الرومانية الشرسة كانوا يصلبوهم يعزبوهم يطعموهم للوحوش المفترسة يحرقوهم على الصلبان وغير الصلبان اللي صلبوا طبعا آلاف وآلاف من المسيحيين الأوائل هذا دليل مهم جدا على قيامة يسوع المسيح ودليل ان الجسد لم يسرق اخلاقيات التلاميذ كان عندهم المثل الأعلى والأسمى من قائدهم يسوع القدوس البار شيء آخر احبائي المسيح قال للتلاميذ انتوا راح تخدموني باسمي وتعملوا معجزات باسمي وتصلوا باسمي وهذا واضح من يحنى قال مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن مهما طلبتم باسمي فإني أفعله اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا المسيح أو التلاميذ استمرت بالخدمة من خلال اسم يسوع المسيح خطايا غفرت الخلاص تم شفاء المرضى وإخراج الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع المسيح وهذا دليل ان المسيح حي قام من بين الأموات شيء آخر احبائي مئات من الشهود يعني بولوس بيتكلم عن مئات من الشهود وإن المسيح لوقة بيقول ظهر للتلاميذ مدة أربعين يوم أراهم نفسه ببراهين حية أربعين يوم هو يظهر للتلاميذ وبعدين الرسل قالوا يعني ونحن شهود لذلك ثم الامتلاء من الروح القدس أحبائي دليل مهم جدا على قيامة وصعود الرب يسوع المسيح فالمسيح فعلا قام وكانوا شهود لهذه القيامة ثم ماذا أحبائي عن ظهرات المسيح للتلاميذ لأكتر من خمسمائة شخص لما صعد يسوع إلى السماء كان يعني أعداد كبيرة اللي بشفوه وصعد إلى السماء كل هذه شهود أحبائي من خلال ظهرات المسيح بعد القيامة ماذا عن تغيير التلاميذ التغيير الجذري اللي حصل في حياتهم من حياة الاختباء والخوف والشكوك إلى الشجاعة إلى الجرأة لا نظير لها بعد يوم الخمسين كانوا يتكلموا من غير خوف لم يستطع أي شيء أن يقف أمامهم لا الغطرسة الرومانية ولا الديان اليهودية ولا أي شيء أحبائي انتشر الإنجيل بأقل من خمس وعشرين سنة إلى اليهود وإلى الأمم إلى ثلاث قارات وألاف من التلاميذ اللي ماتوا واستشهدوا لأنهم آمنوا برسالة القيامة القبر الفارغ أحبائه هو أكبر شاهد أين الجسد ماذا عن صمت الأعداء حقيقة لا تقهر لما كانوا بيوعزوا التلاميذ ممكن يقولوا لا 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 الجسد موجود لم يستطيعوا أن يضحضوا حتى هذا الأمر